زي ما شفتوا كده في بداية الفيديو DeepSeek Prover Version 2 DeepSeek Prover Version 2 مش اطلاقاً DeepSeek R2 DeepSeek R2 لست ما تمش الاعلان عنه رسمياً ولكن DeepSeek Prover Version 2 من شركة DeepSeek AI هو من مجموعة DeepSeek Prover كان في اصدار قبله واسمه DeepSeek Prover Version 1.5 وده نموذج مش زي نموذج الشات العادي اه ممكن تستخدمه في الشات ولكنه هو مش نموذج شات بوت ومش هو ده الغرض الاساسي منه وهو خيار كويس جداً حيكون للبحثين والطلاب ونموذج ده مخصص لإيه ده اللي النهارده ان شاء الله هنتكلم عنه وهدم لكم دلوقتي تعريف سريع عن DeepSeek Prover Version 2 7B عشان تقدروا تعرفوا بالزبط هذا النموذج ايه الهدف منه وبعد كده هنتقل معاكم ان شاء الله لOpenRouter AI علشان نجربه في الجزء اللي هنتكلم عنه النهارده بشكل عملي ترحوش في اي حتة هنرجع لكم مرة تانية النهارده معانا موضوع ظهر كده فجأة ومثير جداً بصراحة نموذج دكاء اصطناعي جديد متخصص اوي في الرياضيات اسمه DeepSeek Prover V2 اه الموضوع ده فعلاً غريب نزل من غير اي ضجة اعلامية تقريباً بالزبط عايزين نفهم كده ايه قصة النموذج ده وليه مهم وازاي بيشتغل خصوصاً حتة الرياضيات دي هي المفاجأة الاكبر في الموضوع ده يعني انه ظهر كده مرة واحدة بنموذج ضخم جداً بنتكلم على 671 مليار براميتر ده رقم مش طبيعي وبيكسع ارقام قياسية في اختبارات رياضة صعبة جداً 671 مليار يا نهار ابيض والاهم كمان انه متاح ببلاش مفتوح المصدر بس لازم نوضح نقطة مهمة اللي هي؟ ده مش شطبوت عادي زي اللي بنستخدمهم كل يوم لا ده ادامة تخصصة جداً جداً معمولة للمنطق والاثبات الرياضي الرسمي بتشتعل بلغة برمجة معينة اسمها Lean 4 استني لحظة إثبات الرياضي رسمي وLean 4 دي مصطرحات تقيلة شوي يعني ايه الكلام ده ببساطة؟ بص الإثبات الرياضي الرسمي ده كأنك بتبني حجة رياضية دقيقة جداً خطوة ورا خطوة ما فيهاش اي احتمال للشك ولغة Lean 4 دي يعني نقدر نقول دي لغة البرمجة اللي بتتكتب بيها البرهيم هي عشان الكمبيوتر يتأكد انها صح 100% آه فهمت سائل الرياضية الكبيرة قوي دي ويقسمها حتة صغيرة يفتتها يعني؟ بالزبط يفضل يقسم فيها لحد ما تبقى مشاكل صغيرة يقدر يتعامل معاها دي طريقة معروفة اسمها Recursive Problem Decomposition تمام تقسيم المشكلة الكبيرة منطقي بس الأداء الخارق ده انه يكسر أرقام قياسية ويتفوق على نمازج عملاقة زي GPT-4 دي يخلي الواحد يسأل ازاي وصلوا المستوى ده؟ طريقة التدريب نفسها فيها سر أكيد هي دي بقى النقطة المهمة طريقة التدريب بتاعتهم فعلا مبتكرة العملية بتبدأ ازاي؟ بيستخدموا نموذج تاني عندهم اللي هو DeepSeek V3 عشان يفكك المشكلة ويطلع بأفكار أولية للحل زي ما احنا كبشر بنفكر بصوت عالي أو بنخربش على ورقة كده وبعدين؟ بعد كده بيدخلوا بقى تقنية اسمها التعلم المعزز أو Reinforcement Learning آه، اللي هو النموذج بيعلم نفسه بنفسه؟ بالزابط بيتعلم بالتجربة والخطأ ويحسن أداءه مع الوقت عشان يوصل لأحسن طريقة للحل أو البرهان والأهم من ده كله بقى إنه بيجمع بين حاجتين مهمين جدا اللي هما؟ التفكير الرياضي غير الرسمي اللي هو فيه حتة حدث كده وشبه طريقتنا في التفكير واحنا بنستكشف الحلول وفي نفس الوقت البراهين الرياضية الرسمية الدقيقة جدا بلغتين والدمج ده غالبا هو السبب الرئيسي في القفزة دي في الأداء عشان كده تفوق بفرق واضح على GPT-4 وكلود في اختبارات زي Mini F2F وحل مسائل صعبة جدا من مسابقات زي Putnam و AMI للcontext window بتاعته أخبارها إيه؟ فعلا، النقطة دي مهمة النسخة الكبيرة منه بتقدر تتعامل مع 163 ألف توكن والنسخة الأصغر اللي هي 7 مليار parameter بتقدر تتعامل مع 32 ألف توكن وده معناه أنه يقدر يفتكر ويفهم كمية معلومات ضخمة مرة واحدة وده أساسي عشان يتابع خطوات برهان رياضي طويل ومعاقد ممتاز قبر الحلو أنه متاح ومفتوح المصدر ممكن تلاقيه على Hugging Face وعلى GitHub يعني الأكواد بتاعته موجودة؟ أيوة، ولو عايز استخدام مباشر ممكن تجربه ببلاش عن ضريق وجهة شاد أو API على موقع Open Router API يعني المبرمجين يقدروا يستخدموه في برامجهم؟ بالزبط يقدروا يخلوا برامجهم تكلم من نموذج وتستفيد من قدراته بس خلي بالك النسخ المجانية دي ممكن تكون بطيئة شوية طبيعي عشان الضغط عليها أكيد طب هل في تطبيقات فعلية بدأت تستخدمه؟ أيوة، في تطبيقات زي Roots Code وClient Chatwise بدأوا يستخدموا ال API بتاعه والمطورين ممكن يستخدموا بلغة Python عادي فيه أمثلة جاهزة في التوتيق بتاعه على Hugging Face الفايدة المحتملة أكبر بكتير من مجرد البحث الرياضي البحث طبعاً البحث هيستفيد وممكن يسرع اكتشافات جديدة لكن فكر في مجال زي التحقق من صحة البرامج أو Software Verification وكمان في التعليم تخيل يشرح له خطوات حل مسألة رياضية بالتفصيل وبمنطق سليم وحتى في البرمجة عموماً لأن البرمجة فيه جزء كبير منها منطق رياضي الشركة نفسها كمان عملت معيار تقييم جديد مخصوص اسمه Prover Bench عشان يقيسوا قدرات النمازج الزي دي في الآخر النموذج ده بيمثل قفزة في قدرة الدكاء الاصطناعي إنه يتعمل مع التفكير المعقد والمنطقي اللي هو أعمق بكتير من مجرد فهم الكلام ويمكن ينتقل لي الجزء العملي على OpenRouter.ai حترك الرابط في الوصفة أسفل فيديو عشان نجرب مع بعض DeepSeek Prover Version 2 واللي تقدر تستخدمه بشكل مجاني مكتوب جنبه فيه زي ما إنت شايف وهنا هتبتدي إنه إنت تستخدمه عادي كشاتبوت إنت هنا ممكن إنت تكتب أي سؤال وهو يجاوبك عليه وفيه كمان إمكانية إنه إنت تعمل ويب سرش وفيه إمكانية كمان للأتتشمنت عندك لحد 8 تقدر إنه إنت ترفع 8 أتتشمنت دير ميسج من الأفضل إنه إنت تستخدم DeepSeek Prover Version 2 مع المسائل البرمجية اللي إنت عايز لها حل أو المسائل الرياضية بما إن البرمجة ورياضيات متقربين جداً لبعض فحيكون مفيد جداً هذا النموذج دي هو موجود بوزن قليل 7B فتقدر إنه إنت تستخدمه عندك على الجهز هنا أنا حبتدي أجربه في بعض المسائل الرياضية الخاصة بـ EIME Math Problems وحبتدي أستخدم مسألة أو مسألتين كده ونشوفه هو بيجاوب عليهم إزاي وهي طبعاً من المسائل التئيلة شوية أو الصعبة شوية طبعاً أي مسألة رياضية أياً كانت هو بيساعدك في تفكيكها وبالتالي بيوريك إزاي بتتحل يعني حتة حتة كده بيبتزي إنه هو يفصصتك الموضوع لأنه هو أصلاً في طريقة الحصول على الحل هو بيعمل كده بيقسم أو بيجزأ المسألة لأجزاء صغيرة علشان يقدر إنه هو يديك الحل المثالي لها وبيقولك بالضبط إيه اللي بيتعامل خطوة بخطوة ده التسكل معنا مسألة رياضية أنا ترجمتها للغة العربية هي أصلاً كانت باللغة الإنجليزية بتتكلم عن إن فيه تسع أعضاء فريق البيسبول راحوا لي محل مثلجات بعد المباراة كل واحد تناول قطعة آيس كريم كل لعب بطعم واحد فقط من بين شوكولاتة فانيليا فراولة وقد تحقق الشرطين التاليين يعني تحقق الشرطين دول اختار كل نكهة شوكولاتة فانيليا فراولة على الأقل لعب واحد وكان عدد اللاعبين اللي اختاروا الشوكولاتة أكبر من عدد اللاعبين اللي اختاروا الفانيلا واللي بدوره كان أكبر من عدد الذين اختاروا الفراولة يعني وافترض بقى إن إن عدد التوزيعات عايز يحسب الباقي لما يقسم الإن على الإن بشكل عام إحنا عايزين يشوفه وحيحقل المسألة دي إزاي والسرعة كمان اللي بيحل بيها أول حاجة فهم المشكلة أول حاجة بيبتدي يفهم المشكلة إيهية أنا بوريك الطريقة الخطوة الأولى بيبتدي يوجد القيم الممكنة إيجاد التوزيعات لكل حالة دي الخطوة الثانية الخطوة الثالثة حساب العدد الإجمالي للتوزيعات لحد ما حيديك الإجابة الصحيحة 16 في الآخر أنا حنقلك على الموقع اللي فيه حل المسألة الـ 252 والـ 504 والـ 1260 هيكون 2016 زي ما هو عصيني بالضبط Open Router ونقلي حساب الباقي عند القسمة هيكون 16 زي ما إحنا شايفين إذن الإجابة هنا إجابة صحيحة هنروح مرة تانية لOpen Router وحنبتدي نديله المسألة اللي هتبقى ظهرة قدامكم دلوقتي باللغة العربية هو هنا عايز عدد الأزواج المرتبة X و Y حيث كل من X و Y عددين صحيحان ما بين المية والمينس مية بحيث أنه يتحقق المعادلة دي طرف التاني بيساوي سفر حنبتدي نشوف هو هيتعامل معيها إزاي مفروض الإجابة صحيحة 117 أنا برضو عايزة أشوف طريقته هنا بيقول لك to find the number of ordered bears X و Y بحيث أن تتحقق الشرط دا الإكوائشن دي تديني الطرف التاني بتاحها سفر ستب 1 حيمشي كده بخطوة خطوة الفاكتور دا إكوائشن ستب 2 solve for Y in terms of X this gives you two cases وحيبتدي خطوة خطوة زي ما انتو شايفين بيحلل بيحلل لحد ما حنوصل معاه في الآخر للإجابة الصحيحة اللي هي 117 هنا بوريك طريقته في الحالة أنا مش جاي أحيال الرياضيات ولكن زي ما قلت لك الموضوع دا حيكون مهم جدا للطلبة للبحثين حيكون مفيد أيضا للمبرمجين عندك مشكلة في البرمجة ولكن دا مش تخصصي فعشان كده أنا مش يعني بتعرض لهذه الجزئية هتقدر ان انت تستخدم ديب سيك بروفر version 2 4 3 موجود حاليا على open router AI وأتمنى ان هو يفضل موجود عليه وأيضا ممكن تنزله عندك على جهازك من hugging face حطلك الروابط في الوصفة أسفل الفيديو أتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو النهاردة على قناة info take for you أحاول أقدم لكم كل جديد مفيد فريد ما تبخلوش علي باللايك وشير وكومنت ولو كنتوا بتشوفونا أول مرة بتنساش تعمل سبسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته